ننضي إلى الجريدة مشاهدين ومنها نقرأ الإصلاح الآن تتيه لتشكيل كتلة برلمانية معارضة كشفت حركة الإصلاح الآن عن اتجاهها لتشكيل كتلة برلمانية معارضة تستوعب كل الأصوات الناقدة لسياسات الحكومة وقال القيادي بالحركة النائب البرلماني حسن عثمان رزق العمل جار لإكمال العدد المطوب والمحدد بعشرين نائبا وفقا للائحة البرلمان وضف رزق في تصريح للجريدة أمس أن الأمر في مرحلة التشكيل ولم يتم تحديد اسم ورئيس للكتلة وأشار إلى أن هذه المسائل متروكة للعضاء لتتوافق عليها ولفت إلى أن الكتلة المعارضة ستستوعب كل الأصوات الناقدة لسياسات الخاطئة للحكومة وحزبها الحاكم المؤتمر الوطني ونوها إلى أن تشاور جار مع نواب حزب المؤتمر الشعبي وبعض المستقلين وتابع قائلا الباب مفتوح لأي نائب لا ينتمي للمؤتمر الوطني يعني قد يرى البعض خالد أن البرلمان أساسا هذا دوره وقد لا يحتاج لتشكيل كتل وممارسة مثل هذه المشاطات كيف طرى الأمر من هذه الزاوية أنا أرى الأمر والحاجة من زاوية محددة أنه حتى النايب الموقر المحترم هو جاي بتعيين سياسي ما منتخب فبالتالي هل هذا هو طبيعي؟ هذا الوضع غير طبيعي بالنسبة له هو وحزبه ومعين من غرار رئاسي بتوافق بديد نواب الحوار الوطني أي لم يأتي بتوفيض مباشر من الشعب ويكون حاجة غريبة أنه داري شكل جسم معارض للجهة السياسية العينته بصورة استثنائية برغم أنه ما منتخبه وهي رأسة الجمهورية والمؤتمر الوطني فدي ذاته فيها التناقض غريب جدا إذا كان عنده شرعية بتاعت أنه منتخب من الشعب كان بيكون موقف أكثر تفهما هو جاي بإرادة شعبية لكنه جاي بتعيين سياسي من الجهة التي يريد معارضته وهو ينعم بتعيينها له الشيء الثاني كونه يكون فيه كتلة معارضة جوال برلمان دي حاجة موجودة في كل برلمانة العالم أن يكون فيه منبر يعني يعارض الحكومة ويطرح البدايل ويطرح السياسات لكن ما أفتكر حيكون تأثيرها كبيرة كما قلت لكم حتى الحزب الذي يدعو إليه المؤتمر الشعبي أيضا الذي دعاوه ليكون جزء من الكتلة أيضا هو جاي بتعيين سياسي من سيد الرئيس الجمهورية فبكون هذا فيه تناقض ما يجو برضو بتفوض الشعب وانتخاب مباشر من الشعب وده بيخليه حتى المؤتمر الشعبي الذي يدعوه أن يكون جزء من الجسم المعارضة هو عنده عدد وزراء في الحكومة فكيف حزب يكونه معين جايه داخل البرلمان بتعيين سياسي ما منتخب وعنده وزراء في وزارات رئيسية مثل وزير التعاون الدولي وزير الصناعة وزير الدولة للنفط وفي نفس الوقت هو دار عارض حكومة وهجزه منها بحسب حديث النائب المواقر ده تناقض ما يعني غريد بيحسزك أنه في أزمة حقيقية من النخب السوداني أنه دار يبعد الشي ونغيضه يأكلوا الكيكة واحتفظوا بها أنت تأيب تعيين سياسي دار تعارض من يعينك وانت ليس منتخب وفي نفس الوقت تدعو حزب وهجزه من الحكومة يكون مشارك في الحكومة ويكون معارض للحكومة في نفس الوقت فده فيه تناقض كبير جدا من ناحية تانية معظم البرلمان هو من الحزب الحاكم والأحزاب المتحال فمعه إلا يكون مجرد يكون صوت لكن ما هيأثره في اتخاذ الغرار والتصويت داخل البرلمان لأن التصويت بيتيم عن طريق لذا لا تتوقع تأثيرا لهذه الخطوة قالت لا تتوقع تأثير كبير لأن المشروعية الهنجة يتناغط مع التكتر الدار يعملوه في نفس الوقت تكتل فيه حزب مشارك في الحكومة وفي مجلسة الوزراء وحتى عنده مساعد في مساعدة جمهورية موجودة في الغصفة كيف تدعوه يكونه معارض ومشارك في نفس الوقت وهو أصلا دخل الحكومة ودخل البرلمان عن طريق المجلس الوطني عن طريق الحوار الوطني وعن طريق قرارات رئاسية وليست بتوفيز شعبي سيد حسن عثمان رزيق النائب البرلماني أكد أن العمل الجاري لإكمال العدد المطلوب والمحدد بعشرين نائبا وفقا للايحة البرلمان هل يستطيع حزب الإصلاح الآن أن يتحصل على هذا الرقم من واقع قراءاتك للأمر ومن الصعب الحديث حول وجود أحزاب معارضة حقيقية داخل البرلمان لأنه آنذاك من انتخابات 2015 معزم أحزاب المعارضة كان عندها موقف مقاطع للانتخابات لذلك ما في أحزاب طرحت برنامج معارض للحكومة وفازت بردى المواطنين وغبولهم عن طريق صناديق الاختراع اللي بتحدثوا عن المعارضة ديل هن جوا باتفاق سياسي بتعيين سياسي أنا بيكون أوفق بالنسبة لهم أي من حقهم انتخذوا الحكومة يعرضوها لكن أوفق إذا كانوا اختاروا استعداد الانتخابات 2020 وطرحوا برامج بديلة للحكومة ويعني نازلوها في نازل الحزب الحاكم واخدوا طوفي الشعبي وشالوا الدوائر من المؤتمر الوطني هذا بيكون موقف مقبول أكثر سياسيا من أنه تجي بتعيين سياسي والشارك في الحكومة بتعيين سياسي ما باختيار الشعب من نفس الوقت دار تكون المعارضة في تناقض برق حجم الأزمة السياسية الموجودين نحن فيها في السودان وكيفية بتفكر النخب إذا كان هنا ولا هنا إنه كيف النظر للتغيير ده تغيير بصورة بتختلف عن كله وشكل التغيير حتى وجود نواب معينين تعيين سياسي مع وجود نواب منتخبين ده ذاته بيعمل خلل في تركيب البرطنانية في السودان ترجمة نانسي قنقر